عندما يكون القانون الدولي غائبا أو معطلا فلا يوجد ما يوقف آلة القتل ضد شعب أعزل يطالب بحقوقه المسلوبة منذ عدة عقود الكيان الصهيوني صعد في عام 2018 من أعماله العدائية في مواجهة مسيرات العودة التي انطلقت منذ أشهر عدة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة المحاصر والأراضي المحتلة دون خوف من عقاب أو قلق من عواقب يقتل جيش الاحتلال الفلسطينيين المتظاهرين تحت هذا التوصيف نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا صلت الضوء على كيفية مواجهة الصهاين لمسيرات العودة السلمية الصحيفة ذكرت أنه خلال الشهور التسعة الأخيرة من عام 2018 كان الفلسطينيون يقتلون بمعدل شخص يوميا أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بحقهم في العودة إلى ديار آبائهم وأجدادهم وتحدثت صحيفة الجارديان عن الوضع الصحي بغزة مضحة أن المستشفيات هناك لم تعد قادرة على استقبال المزيد من المصابين الذين يؤتى بهم الواحد تل والآخر من مناطق الاحتجاجات رغم ما تبذله تلك المستشفيات من جهد كبير بإمكانية متواضعة بسبب الحصار المفروض على القطاع الضحايا كانوا سلميين عزلا بينهم صحفيون ومسعفون لم يشكلوا خطرا على أي أحد إذ لم يكن بحوزتهم سوى الحجارة في أيديهم والشعارات على شفاههم قابلهم الكيان بسياسة غير أخلاقية وغير قانونية تسمح لجنوده بإطلاق النار واستخدام الغاز والقذائف سياسة العنف هذه ما كانت لتنتهج لو لا غياب الرقابة الدولية والإجراءات العقابية هكذا تقول الجارديان وتضيف أنه إذا كان بإمكان المرء أن يقتل دون أن يخشى المساءلة والمحاسبة فهل بإمكانه أن يكذب دون أن يخشى العواقب؟ وهذا ما يفعله الصهاينة عندما يحاولون تجريم ضحاياهم والدعاء عدوانيتهم بعد قتلهم بدم بارد